بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ونوله أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة والعشرين من برنامج صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته الحديث عن الحملة الإنجليزية على مصر وهذه الحلقة هي تقويم للثورة العرابية كلها كنت ذكرت بعض النقاط أثناء بعض الحلقات الماضية في قضية العرابيين والثورة العرابية لأي يوم مناسب أن أذكر ملاحظاتي عموما عن الثورة العرابية وعن الأخطاء التي وقعت فيها الثورة العرابية وإلا كانت نجحت لكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى أولا نبدأ القول بأن الثورة العرابية هي الفرصة الكبرى كانت لبريطانيا من أجل احتلال مصر بعض المؤرخين يقولون هي السبب احتلال مصر لن تكون السبب لأن العرابيين ما كانوا من يقفوا إلا الموقف الذي وقفوه لكن كانت الفرصة المواتئة لبريطانيا في الاحتلال أيضا عرابي شخص ظهر في وقت كانت الأمة بأمس الحاجة لشخص مثله كان الشعب المصري متهيئا تماما لأن يتبع شخصا مثله شخص من ناحية العسكرية نصر ضباط المصريين الوطنيين كانوا يسمون حقق العدل في الجيش وضع نظاما متميزا في الجيش في قضايا الترقية والرواتب وكذا يمتاز بالتساوي بين الضباط المصريين والضباط الشركس والأرنؤود والأتراك أخرج الضباط من السجن لما سجنوا استطاع أن يقف وجه الخديو توفيق بقوة ويفرض عليه إسقاط وزارة رياض باشا الظالمة وتعيين وزارة أخرى فرض عليه فرضا أيضا استطاع أن يقف وجه الخديو الذي لم يكن يقف في وجهه أحد ولم يستطع أحد أن يقف في وجهه وجد شعور قومي عند الجيش المصري لأول مرة في تاريخه بأنه قوة في مصر موجودة يستطيع أن يناهض بها المخططات ومخططات العملاء والمحتلين والكائدين وضعف الحكومة والخديو إلى آخره استطاع أن يفرض الدستور المصري على الأقل بمرحلة معينة وستطاع أن يفرض مجلسا نيابيا قويا لا بأس به استطاع أن يكون هو القوة الكبرى الموجودة في مجلس الوزراء بكون وزير حربية أنذاك هذه نقطة مهمة بالنسبة للشعب كان يمثل آمال الشعب طبعا الشعب المظلوم المسحوق من الفلاحين والضعاف وغيرهم لم يكونوا يجدون قوت يومهم وكانت ضرائب تنهكهم وكانت الحكومة الظالمة تستبد بشأنهم وأحوالهم وجد هذا مثل مخلص للشعب المصري فلتفحوا له الشعب وأحبوه هذه حقيقة لابد أن تذكر لي عرابي أيضا الأعيان أحبوه ورأوا فيه أيضا إنقاذا لمصالحهم وثرواتهم تنتهب من قبل الأوروبيين ومن قبل الدائنين الغربيين فكان هو بطل قومي إن كان صح التعبير يعني بكل المقاييس بكل المقاييس والناس جماعي تمتدح شجاعته وإقدامه وجرأته وتقدمه وهذا بريق وهالة هذا البريق وتلك الهالة هي نفسها التي ساقته إلى حتفه بعد ذلك سأتي على ذلك إن شاء الله تعالى لقي عطفا وتأييدا حقيقة كبيرا في جميع طبقات المصريين الرجل كان متحدثا بليغا فصيحا قوية العبارة جزلها رصينها فاستطاع فعلا أن يفعل أفعيل بعواطف الشعب وعواطف الجيش الإنجليز دفعوا العرابين دفعا للثورة يعني بدون أن يكونوا حقا كاملي لاستعداد لها هذا أيضا حقيقة فيما قرأت عندما أقول حقيقة موجد نظري شخصية وأتابع فيها أيضا عددا من مؤرخين أنا ما أتيت بشيء يا إخوة مستقل تماما مئة بالمئة أنا صحيح حضرت هذه الحلقات من كتب المؤرخين كان لي نظرة في بعضها وترجيح في بعضها الآخر لكن في النهاية هذا رأي كثير من مؤرخين أن ما كانت الثورة مستعدا وأن الإنجليز خصوصا من ورائهم الأوروبيون دفعوا العرابين دفعا إلى الثورة ذلك أنه دفعوا أولا خديو للاستبداد ودفعوه للظهور بمظهر الحاكم المطلق وهو ضعيف لا يقوي على هذا المظهر وهم يعرفون هذا عطلوا الحركة الدستورية عطلوها ووضعوا العراقيل أمامها نشروا الدسائس بين الوزراء هذا إنجليز كعادتهم إيهام الخديو ومن معه توفيق بأنهم معه وأنهم يشيرون عليه بالرأي الصائب وأنهم ضد العرابيين وهذا صحيح لكن في الوقت نفسي كان يدفعون في الأمور نحو التأزم من جهة أخرى بالضغط على مصر من حكاية الدائنين وطلب الأموال المستمر ويعني ترجيح مصلحة الأوروبيين في مصر على المصريين إلى آخره إحداث وهذا هو الخطأ الكبير في الثورة العرابية أن لم تستطع أن تستوعب الخديوي هل كان ممكن استيعابه؟ هذا سؤال أيضا مشروع نعم في ظني أنه كان ممكن في مدة من مدد الخديوي توفيق كان رئيسا للوزارة التي عينت بعد نزع رياض باشا وكان أوليا للأهد وهو أمير آنذاك في زمن إسماعيل وكان يرى بأم عينه آمال المصريين ورغباتهم في زاد حكم السبدادي وكان هذا يعني هو الذي يسيطر عليه في بدايات حكمه لكن الإنجليز وفرنسيون ضغطوا عليه باتجاه آخر هذه نقطة مهمة جدا أيضا عندما وصلت الأمور إلى التأزم الشديد بسبب مشكلة ضباط الشركس وإصرار العرابيين على نفهم وتجريد من رتبهم وكان الخديوي يقول بحل وسط ونفي بنو تجريدهم وصلت هذه الأمور إلى أن وصلت الأساطيل الإنجليزية وفرنسية بسبب هذه القضية إلى مياه الإسكندرية والعرابي والمصرون والخديوي مصر فكان ممكن التنازل للخديوي بصورة أو بأخرى في هذه القضية الشائكة وإنقاذ المصريين من احتلال دام أكثر من سبعين عاما يعني الانقسام الشديد الذي حدث بين الخديوي من جهة والعرابي من جهة أخرى أدى إلى تفرق قوة البلاد وتفرق قوة المصريين وأدى إلى أيضا جذب بعض الوطنيين كما كانوا يسمون في الحزب الوطني مثل عمر رطفي باشا ومحمد سلطان باشا واسماعيل راغب باشا الذين كانوا في بداياتهم مع الحزب الوطني مع العرابيين ثم انسحبوا بعد ذلك وكانوا خنجرا في جنب العرابيين كما ذكر ذلك في بعض الحلقات السابقة وكان من نتيجة ذلك أيضا تطرف العرابيين في تعامل مع الخديوي حتى نادوا جهرا بوجوب عزله وتعين أمير محمد عبد الحليم ابن محمد علي مكانه وكانت هذه المناداء ليست في مصحة العرابيين لأنها الغرب استغلها في القول بأن مصر فيها زعزع في نظامها وليس هناك استقرار في نظامها واتخذوها تؤكأة وذريعة لتدخل أكثر فأكثر في شؤون المصرية وهذا أدى إلى طبعا أن ينقم الخديوي أكثر على العرابيين وأن يشك فيهم أكثر وأن يبعدهم أكثر فأكثر وهذه نقطة خطيرة وأيضا أدى هذا بنقطة عكسية أن الخديوي تطرف أيضا في الارتماء في أحضان الإنجليز والفرنسيين ومعادات شعبه ومعادات العرابيين الذين كانوا في جملة وطنيين يعني قضية إسقاط الوزارة وإخراج عرابي كان ممكن لأحمد عرابي نفسه كان ممكن أن يتنازل وأن يخرج من الوزارة بصورة أو بأخرى تجنيبا للبلاد من حرب وويلات واحتلال خاصة أنه حدث معه بعد ذلك ما هو أصعب بكثير جدا من خروجه من الوزارة لكن لقائنا يقول لمن يسلم هذه الحركة هل في مصر أحد يصلح ما أدري يعني هذه كلها نظرات نظرات تقويمية يسفيد منها الناس في قضاياهم المعاصرة وحتى لاقعوا في خطأ يعني في النظر والتقويم لحياتهم المعاصرة يعني كان ممكن القول من العرابي مثلا لو تنازل واستجاب المطالب المتكررة التي من اسطنبول ومن الأوروبيين ومن الخديو ومن بعض عيان البلاد بأن يتنازل وأن يخرج من البلد مؤقتا وأن يتنازل عن وزارة الحربية وأن يقنع الضباط بذلك كممكن يأتي بضابط مخلص آخر قوي ويجعله مكانه خاصة هناك بعض الضباط كانوا متميزين في الحقيقة بجوار عرابي كممكن يأتي بأحدهم ليجعله مكانه محمود سامي البارودي كان أحدهم علي عبد العال أو عبد العال عبد العال حلمي رفيقه كان أحدهم أيضا عبد العال حلمي مشهور يعني كان ممكن يأتي بشخص آخر وكان ممكن الحل مشكلة هذه نظرتي ربما يخالفون فيها بعض المؤرخين بعض الساسة يعني ربما يعني لأن الاتفاف الشعبي كان حول عرابي في الحقيقة لم يكن حول عبد العال حلمي ولم يكن حول البارودي بصورة أو بأخرى إنما حول عرابي فيه لو خرج عرابي ربما ذلك الاتفاف الشعبي يتناقص أو يضعف فيسمح للغربيين ومعهم الخداوي باستفراد كما يقال بشؤون مصر سلاح ذو حدين نظرة باعتبارين ما أدري يعني أتركها للتاريخ وأتركها لحكم التاريخ بعد ذلك من المؤكد أن العرابي لم يكونوا يصدرون عن وعي كبير يعني الوعي كان عندهم ضعيفا في الجملة سواء كان وعي بمؤامرات الأوروبيين في مصر أو مؤامرات الأوروبيين خارج مصر أو باجتماع الأستانة إسطنبول وما جرى فيه من مقررات أو الوعي بقدرة الشعب الحقيقية على أن يكونوا مع العرابيين في أوقات الأزمات أو الوعي بأهمية تقوية الشعب وتسليح الشعب وتهيئة الشعب لما يستقبل من أحداث ضخمة أو الوعي بأهمية استقطاب أكبر قدر ممكن من السياسيين يعني مثلا قضية شريف باشا بعد أن كان أحد العرابيين الأقوياء سار ضدهم ضد العرابيين بسبب أن العرابيين سعوا إلى عزله والإتيام بمحمود سامي البارودي الذي لم يكن مهيئا في الحقيقة لأن يكون مثل شريف باشا محمود سامي البارودي رجل شاعر أديب عسكري نعم لكن السياسي كان شريف باشا ويعني هذه نقطة مهمة أيضا ضغطوا على شريف باشا ضغطا كبيرا جدا أنه لابد أن ينزل قضية الميزانية في مجلس الوزراء وفي مجلس النيابي وكان شريف يرى تأخيرها قليلا حتى لا يستفز الأوروبيين فيقضوا على هذه الوزارة الناشئة الجديدة المتميزة ومجلس النيابي المتميز موافق العرابيون على ذلك يعني جملة أمور كانت تدل بوضوح على ضعف الوعي عند العرابيين أنا آسف أن أقول هذا لكن هذه الحقيقة عرابي رجل بطل من أبطال نعده في الجملة بطل من الأبطال قوي جريء مجاهد شجاع كان يريد مساحة المصريين فما في ذلك شك عندي لكن الوعي كان نسبيا كان ضعيفا عند العرابي خاصة وعند سائر العرابيين عامة وبعد الفاصل أتحدث إن شاء الله تعالى معكم في مزيد من النقد والتقويم للثورة العرابية السلام عليكم أيها الأخوة الأخوات مرة أخرى بعد الفاصل كنت أنتحدث عن قضية عرابي وتقويم الثورة العرابية عموما وذكرت جملة من العوامل أو من الأمور النقدية التي توجه للثورة العرابية والحركة العرابية عموما ما كان الثورة قلت لكم لم تكن حركة ضباط فقط إنما كانت حركة شعبية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى لذلك لما سقطت الحركة العرابية وسأتي على هذا بشيء من تفصيل كانت يعني خيبة أمل هائلة تشبه خيبة أمل الناس في عبد الناصر لما حصلت الهزيمة الهائلة في 87 هجلي 67 ميلادي كانت خيبة أمل هائلة جدا 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 وترتب عليها شيء قدر غير قليل من اليأس في نفوس الناس كذلك هنا خيبة أمل هائلة جدا في عرابي لأن الشعب كله مدنيه وعسكريه كان ملتفن حول عرابي في الجملة يعني هذا كلام في الجملة لكن نقول أكثرية الكاثرة من الشعب الأغلبية الساحقة من الجيش كانت حول عرابي لا شك في ذلك ولا ريب يعني هذه النقاط لابد أن تذكر تناقض عناصر الحركة العرابية أو الثورة العرابية يعني من المؤكد الآن أن كان فيهم بعض الوطنيين المخلصين وكان فيهم بعض المذبذبين مثل ذينا انحازوا إلى جانب الإنجليز والخديو ذكت أمثل عمر رطفي باشا اسماعيل راغب باشا ومحمد سلطان باشا أبو هدى شعراوي ممن حازوا إلى جانب الخديو بوضوح شديد يعني ذكر ذلك من قبل وكان فيها أناس دخلوا متسوسين متسوسين على الثورة أو الحركة العرابية وكان ذلك واضحا كان فيها أناس دخلوا متحمسين جدا 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 ليس عندهم قدر على تغليب الجانب العقلي في وجانب الحكمة وترجيح صوت الحكمة في الوقت المناسب هذه نقطة مهمة كان فيهم بعض اليائسين الذين يائسوا من الأوضاع ما كان وجودهم عن حركة العرابية نتجا عن استراتيجية أو عن خطة أو عن تفكير طويل وملي إنما كان يائسا من الأوضاع القائمة لذا كانت صرفاتهم هوجاء نوعا ما وغير حكيمة يعني منهم أيضا من لم يخرج إلا غضبا بسبب بعض المواقف التي وقع فيها فخرج غاضبا تناقض عناصر الثورة كان واضحا وواضحا جدا منهم من كان مندسا من قبل الإنجليز والفرنسيين ليزيد الحركة اشتعالا وليزيد الشقة بعدا بينه وبين عرابيين وبين الخديو هذا كله أيضا للتاريخ لابد أن يذكر أيضا ما بذلت الحركة العرابية ما كان يبغي لها أن تبذل في تهيئة الناس للمعركة القادمة وإعدادهم للمعركة القادمة ما فعلوا ذلك بوضوح تام وبنظر إلى أحداث التي جرت نعرف أن الشعب ما كان مهيئا لمنازلة والقتال مع الإنجليز المحتلين وأيضا هذه نقطة ذكرتها في المرة الماضية آتي عليها سريعا ما ظهرت في المحاكم التي عقدت للعرابيين من قبل الإنجليز والخديو في المصر بعد دخول الجيش الإنجليزي إلى مصر ما ظهرت الروح البطولية واضحة وبقوة في أثناء المحاكمة يعني مثلا أنا أخذ كثيرا جدا على صدام ما صنعه بالعرب والمسلمين وبمعارك إيران ومعارك الكويت كانت حماقات ما بعدها حماقات وجرت علينا ما جرت في الحقيقة ذلا وهوانا متجرعه إلى الآن وغصصا لكن في المعركة كان في المحكمة كان صدام قويا كان يدافع عن ما صنع وبقوة يعني على الأقل يعني بغض النظر عن تقويمي وأن أرى أن الرجل كان طاغية كان صعبا كان ضد الإسلام في أكثر مراحل حياته وضد المسلمين الصالحين والدعاء ويفتك بالناس فتكا وكذا لكن يعني على الأقل دافع عن ذلك في المحكمة وكان قويا ظاهر القوة واستسلم لمصيره إلى أن سقط في حبل المشنقة لكن هنا ما ظهرت هذه الروح الأسف الشديد وبقوة ما ظهرت من جملة العرابين يتحدث أنا ظهرت من شخص أو آخر يتحدث عن الجملة ما كانت واضحة في المحاكمات وكذا يعني هذه أيضا للتاريخ يعني لابد أن تذكر عبد الرحمن الرافعي المؤرخ المصري المشهور في الحقيقة كان له قولة جيدة وجيدة جدا في هذه النقطة قال اعتدوا بقوة الجيش العرابين يعني اعتدوا بقوة الجيش فتضاء العامل الفكري والمعنوي في طوره الأخير يعني طور العرابي الأخير وخفت صوت الحكمة والتعقل وذكرت لكم بعض القضايا التي كان فيها للدفاع واضحا كان فيها هوج واضح عدم تعامل بشكل جيد من أهم الأمور أنهم عرضوا السيف على عضاء البرلمان من أجل نزع الخديو ما كان ينبغي هذا التفاهم في هذه القضية إقناع عضاء البرلمان التهديد تهديد عرابي كان يهدد كل من لم يقم من أعضاء البرلمان معه بتهديدات عجيبة يعني رجل بعض الأحيان كان يدخل إلى بعض الاجتماعات وثائر جدا وغاضب جدا ويصرح بوجوب سحق الأسرة العلوية تماما أسرة محمد علي وإخراجها من مصر هذه قضايا يعني رعناء في الحقيقة نحن عانينا منها طويلا وطويلا جدا أخفت صوت الحكمة والتعقل إلى جانب صوت السيف المندفع تنكبت الحركة سبيل الرشاد في بعض المواضع حتى لا نظن العرابيين نقول في بعض المواضع وركبت متن الشطط لأن الرافع كان معمما وما يعجبني هذا التعميم في كلام الرافع لكن يعجبني وقوف عند بعض المحطات المهمة انفسح المجال أكيد هذا للدسائس الأجنبية لتنصب أشراكها والمطامع الاستعمارية لتدبر مكايدها حتى انتهت الثورة بالإحتال الإنجليزي الذي ما زلنا نعانيه إلى اليوم عندما ألف كتابه يعني سنة 1932 واستمر بعد هذا في 22 سنة أيضا ما جلو إلى في 54 كما سأذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى نقطة مهمة ربما أختم فيها النظر إلى واقع العرابيين قضية الاستفادة من الإسلام والبرنامج الإسلامي العام في المقاومة وفي النظام السياسي وفي النظام العسكري يعني ما كان واضحا في الحركة العرابية أنا ما أتحدث عن قضية الالتزام الشخصي بالصلاة أو الصيام أو الجرأة أو إرادة الشهادة في سبيلها يعني على الأقل في عرابي كانت واضحة عندي على الأقل في بعض العرابين أيضا كانت واضحة لكن أنا أتحدث عن اتخاذ الإسلام والنظام الإسلامي برنامجا للحركة العرابية هذا ما كان واضحا أبدا المشايخ مثلا ومعاونتهم للحركة العرابية ما كانت واضحة جمال الدين أفغاني في البداية كان هناك نوع من الإعداد لظهور فريق سعد العرابيين يعني عرابي ما أدرك أدرك جمال الدين أفغاني لكن نفيا قبل بدء ثورة أحمد عرابي محمد عبدو كان مع العرابيين محمد عبدو كره في الحقيقة هذه يعني عرابي كان نقطة تحول في حياة محمد عبدو واضحة جدا يعني كان محمد عبدو مدفعا أيضا مع العرابيين ثم امرأى مصيرهم غير بشكل واضح مساره ربما أتي على ذلك في المستقبل إن شاء الله وتعالى لكن كان محمد عبدو معهم كتلة العلماء وكانوا كثيرين جدا وكبارا وشجعانا في الجملة في مصر عن ذاك لكن تداخلهم مع الحركة العرابية كان في ظني كان ضعيفا وضعيفا جدا كان يكتفى بإحضارهم في أوقات الأزمات الشديدة لما نزل المحتل إلى إسكندرية ولما تحرك إلى التل الكبير وكذا وهزم عرابي يعني كان يشتعب بعض العلماء والأعيان ليتشاوروا في المسألة يعني كانت وظيفة العلماء فقط تشاورية فقط في أوقات الأزمات الشديدة وهذا طبعا ما يصح إنما وظيفة العلماء أن تكون مصاحبة لمصاحبة الحركة ومصاحبة الثورة منذ خطواتها الأولى لأن القيادة إن لم تصاحبها نظرات العلماء وإرشاد العلماء وتوجيه العلماء تضيع وتضعف أو يصيب الهوج والاندفاع كما حصل مع الحركة العرابية يعني لو كان هناك علماء يوجهون ويسددون ويرشدون بمنطق الإسلامي القوي العام المرجح للمصالح الدافع للمفاسد والدارئ لها ما أظن أن الحركة العرابية كانت تورطت فيما تورطت فيه أو على أقل أنها عدت مسارها بصورة أو بأخرى لا يعني هذا أنه لم يكن لك علماء قد لكم موجود وكان هناك محمد عبدو معهم وكان أفغاني مهيئا لهم وكان يستشيرون الشيخ الإنبابي والحلفاوي وعليش والعدوي يعني موجود لكن يعني كان جزءا من حركة كبيرة جدا وجزء هذا كان للأسف كان جزءا يسيرا وصغيرا هذه الحقيقة لا بدنا نعترف به هذا أولا ثانيا قضايا البرنامج الإسلامي العام لحركة العرابية أين هو يعني كان برنامجا وطنيا أكثر من كوني برنامجا إسلاميا هذه حقيقة أيضا مهما تقرأ عند العرابيين لا ترى يعني الحس الإسلامي كان واضحا عند عرابي ومجموعة معه اتضح هذا جليا في حياة عرابي لكن أنا أتحدث عن برنامج يا إخوة أرجو أن تفهموني لأن بعض الإخوة ربما أيضا بعض الإخوة المصريين يصب عليه الحديث في قضايا المصر وعرابي ومجموعة هذه ويرى ربما أن أي نقد لهم هو اتهام لهم معاذ الله وحاش الله أن نتهم هؤلاء في نياتهم وإخلاصهم وقوتهم وجرأتهم وعملهم الرائع لكن أنا أتحدث عن البرنامج الإسلامي الواضح وربما هناك عذر للحركة العرابية كلها والأحمد العرابي خاصة أن ما كان هناك وعي إسلامي كافي كما ظهر بعد ذلك بعشرة إلى عشرين سنة من نهاية الحركة العرابية ما كان هذا ظاهرا الوعي الإسلامي العام كان ضعيفا في الدول العربية الإسلامية كلها وعنينا منه ما عنينا ولم يظهر بقوة في الحقيقة الوعي الإسلامي إلا في زماننا هذا عقب الصحوة وظهر قبل ذلك ببروز حركة الإخوان المسلمين في مصر وعني ارتقائها بالوعي العام نوعا ما وإرسائها البرنامج الإسلامي في الحكم والسياسة هذه حقيقة تحصل بالإخوان أيضا لا بد من ذكرها لكن ارتقاءنا نتكلم عن وعي الشعب العام بوجوب جعل الإسلام في كل شيء في كل جوانب الحياة ما ظهر واضحا إلا عقب الصحوة الإسلامية الأخيرة عقب حرب رمضان سنة ثلاثة وتسعين هجري ثلاثة وتسعين ميلادي فإذا وفي الختام أقول الحركة العرابية كان لها إيجابيات رائعة جدا في مصر وتصدت في مرحلة خطيرة وحساسة جدا وقامت بواجبها وتصدرت لكن أيضا كان لها سلبيات لو عولجت في وقتها وزمانها لأن ربما تغير التاريخ وهذا لا يمنع في النهاية أن أعجب بعرابي وحركته وجرأته وإقدامه في وقت قعد فيه الكثيرون وضعف فيه الكثيرون ولم يعمل فيه الكثيرون وستسلموا لقدرهم وفي مهانة وذل هذا الرجل قام وكان شجاعا جريئا وحرك طبقات كبيرة من الشعب المصري وكان له إيجابيات واضحة ذكرتها في ثنائي حلقات سابقة أختم بهذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رجد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته وأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته